لو انا مثلا اخذت الديهايد حيضة الديهايد مثل الاثنال CH3 CHO بلس دايكروميد for example CR207 2- طيب هيدا لشو هيتحول هيصير عندي CR3 بلس اوكي اندلغوز ريدكشن لانه الوكسيديشن نمبر لما بحسبها حلقيها بلس 6 وهيدا بلس 3 فالوكسيديشن نمبر يصبح مصرع بلس 6 لسيكس بلس 3 يعني في عندي ريلاكشن هون وهيدا بالوقت ذاته عم يعمل مو اسمه مائلد اكسيديشن بالدهايد هيدا الالديهايد شفنا بواقت سابق انه لما بيعمل مائلد اكسيديشن سيطلع لي كاربوكسيلك أسد CH3 COOH لماذا هذا بالتحديث؟ انا عندي هون وقالنا بالميض نظام الهاتف 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 في الهاتف الهاتف سيضل انا عندي 2هاتف سيضلل 2هاتف انا عندي هون الديهايد انا بعرف انه لانتقل من الديهايد لكاربوكسيلك أسد بزيد أكسجين واحدة الجنرال فورميلا اذا نتذكر لالديهايد CnH2NO والجنرال فورميلا لحيالك كاربوكسيلك أسد طبعا انا نتحدث هنا عن المونو ساتشوريتل أليفاتيك كاربوكسيلك أسد لماذا كلمة أليفاتيك؟ أليفاتيك يعني مانولا سايكليك ولا هو أروماتيك فالجنرال فورميلا هي CnH2NO حسنا فتلاحز انا من الجنرال فورميلا طبعة الديهايد لوصلت للجنرال فورميلا طبعة الكاربوكسيلك أسد عدد الكاربون هو زيته عدد الايدروجين هو زيته بينما عدد الاكسجين زيت واحد حسنا هاي الاكسجين لازم انا اعملها بالانس نحنا تعلمنا كيف نعملها بالانس حاجة انا اعمل هيك تسكير سريع فيهم هناخد أول شيء الريدكشن هافرياكشن هاي الريدكشن هافرياكشن اوكي وبعدين الوكسيديشن هافرياكشن طيب الريدكشن هافرياكشن مين إلنا؟ هو CR2 داي كروميت آيون هاي طلع عليه الكروميوم آيون CR3 اوكي شو إلنا منبلش إلنا منبلش نعمل بلانسيج الريدكشن اوكسجين هون عندي 2CR هون عندي 1CR هون عندي 2CR بالنسبة للا الألمنت اللي بعد الكروميوم إلنا مناخد الأكسجين ما ضبط الأكسجين معي بقدر زيد H2O قد ما أنا بحاجة أكسجين يعني أنا هون عندي 7 أكسجين أطومس ما عندي ولا واحدة هون فبعمل طيب أنا لما بزيد ال H2O ببين عندي الهايدرجن فلما يبين عندي الهايدرجن صار عندي 7x2 equal 14 هون على الجهة التانية اللي هي هون اللفت هند سايد add 14H positive أو H plus طيب بعد هيك إلنا نعمل بحاجة أطومس بحاجة أطومس بحاجة أطومس بحاجة أطومس اللي هو هون حيكون بالردكشن بحاجة أطومس بالردكشن بحاجة أطومس بحاجة أطومس هشوف هون أنه عندي بحاجة أطومس 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 سأتأكد انو التشارج مزبطين مينس 2 وهي مينس 6 وهي مينس 8 و بلاس 14 بيطلع و بلاس 6 هون 2 تايمز 3 بيطلع و بلاس 6 صار هون التشارج على اللفت قد الرايت الكروميوم قد الكروميوم الأكسجن قد عدد الأكسجن الهايدرجن قد عدد الهايدرجن فصارت هايدي بالانس هارف رياكشن بيجي الالديهايد هلا الالديهايد هون انا حظار غيرها ياخدها موليكولر فورم C2 H4 و طبعا دايما إلنا منحافظ على الأرس فوق بعضها عشان ما نغلت بعدين بالجمع أو شيء وهيك بيطلع أرتب هون عندي اثنين كاربون هاي C2 عندي ثلاثة و واحد هاي فورهايدرجن و عندي هون اثنين اكسجن هاي أوتو اوكي متل ما اتفقنا انه منبالش نعمل بالانسينج لالاليمنتز ادار دان اكسجن عنهايدرجن هون عندي الكاربون C2 هون C2 اثنين كاربون اثنين كاربون جاهزين بعدين بيخد الاكسجن هون ون هون تو فبزيد هون H2O مثل ما عملنا فور قد ما بينقصني اكسجن بزيد H2O اذا ما بيزبطوا معي بالمالتبلاين بالكاربون هون هنلاقي انه في 4 هايدرجن وهون في 2 هاي 6 هايدرجن اوكي وهون عندي 4 هايدرجن اذا الفرق بيناتون 2 هايدرجن هون ناعس 2 يعني بزيد 2H بيجي للتشارجز هون ما فيتشارج يعني 0 هون ما فيتشارج يعني 0 هاي هون 0 تشارج بهاي الجهة في عندي الفرق بيناتون من 0 للا بلاس 2 2 إلكترون وبالتالي انا حزيد هون 2 إلكترون اوكي من أني ريدوكس الرياكشن the number of electrons lost must be equal to the number of electrons gained فهاي الهاتف الرياكشن هون هاي دي هادربها بي 1 وهاي دي تحت هادربها ب 3 ليش هادربها ب 3؟ اذا هاي عندي 6 إلكترون هون وهاي هون 2 إلكترون انا بالاصل مفروض ادرب 2 فوق وهاي 6 ادربها تحت هصير عندي 12 إلكترون هون و12 إلكترون هون وبالتالي بالنهاية بعدين ها ارجع اعمل simplifying فمن الأول إنه أنا الطول الي هون والسكس الي هون في عملهم reducing أو simplifying بتصير 1 و3 ها اخذها هون من الأول عشان يقدم على اللوح هاي plus 3 H2O أي الأسهم تحت بعضة هاي 3 3 C2 H4O2 plus 6 H plus plus 6 إلكترون هلا بالنسبة للأول بالنسبة للأول هاي اكتبها بغير لون هون وقبل ما نكتب للأول بالنسبة للأول بالنسبة للأول هاي اعمل simplifying هناخد 6 إلكترون نشيرهم مع 6 إلكترون هلاقي إنه بهيدا الصايد في عندي 3 H2 بهيدا الصايد عندي 7 H2 هنشير 3 من هون و3 من هون هاي بقانا 4 بالنسبة للأول هون هنلاقي 6 H plus هون هنلاقي 14 H plus بنشير منهم 6 بيبقالنا 8 وهي أنا هلاق درجع بجمعهم هاي هاي حبلش من هون شوي CR2 O7 2 minus plus 3 C2 H4O plus 8 H plus هون هون 2 CR3 plus plus 3 C2 H4O2 plus 4 H4O وهيكا بتخلص بتكون خلصة البالانس over ore equation بهال characteristic اللي هو هلا ونفس الشيء اللي بعمل مع البوتاسيوم تم مانجانير نفس الحكاية نفس القصة نفس الشيء أنا بهمني أن يكون فيه positive result مع dichromate لقول أنه عندي aldehyde بهمني يكون عندي negative result مع dichromate لقول عندي كيتون بس بشرط أنا كون عارف أنه وصلت ل كاربون الكمبون أنا هون عارف أنه فيه كاربون الكمبون عم ميز بيناتهم فبعمل هالكاركترستيك رياكشن هيدا وهيدا رياكشن هنسميه رأم واحد فيه other reactions ليهني